شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون الدعاء سلاح المؤمن به يدفع الهم وتقضى الحاجات ويدفع البلاء وتتبدل الأحوال ورمضان هو شهر الدعاء فهو الشهر الذي تفتح فيه أبواب الرحمة وتغلق فيه أبواب الجحيم وتتنزل فيه الرحمات والبركات هو الشهر الذي يكون فيه المؤمنون في أكمل أحوالهم وأرجاها لقبول دعائهم ولذلك قال تعالى بين آيات الصيام وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وفتح الله الأبواب أمام دعوة الصائم فقال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترد دعوتهم الصائم حتى يفطر والإمام العادل ودعوة المظلوم فاحرص على إخلاص الدعاء والإكثار منه في رمضان في كل وقت وفي أوقات الإجابة كحال الصيام ووقت الفطر فللصائم عند فطره دعوة ما ترد وفي ثلث الليل الآخر حين ينزل الرب تعالى إلى السماء الدنيا فيقول من يدعوني فأستجيب له وفي السجود فإن أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد وبين الأذان والإقامة دعوة لا ترد وإذا كان الناس يغلقون أبوابهم أمام من يسألهم قضاء الحاجات فإن الله تعالى يفتح أبوابه ويبسط يديه ويخبر أنه قريب مجيب لمن رفع يده إليه بالدعاء إنها فرصتك فاغتنمها وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى وهو مستحب للرجال والنساء في كل أوقات العام قال تعالى وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود ويتأكد استحبابه في رمضان وفي العشر الأواخر منه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله وليس هناك على الراجح قدر محدد لأقل الاعتكاف فيصح الاعتكاف ولول وقت يسير ويشترط لصحة الاعتكاف أن يكون في المسجد لقوله تعالى ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد ويشترط أن يكون المعتكف طاهرا مما يوجب الغسل كالجنابة والحيض ويجب على الزوجة أن تستأذن زوجها وليس له التكسب بصنعة أو البيع والشراء لغير حاجة ولا يجوز له الخروج من المسجد إلا لعذر ولول مريض أو جنازة ويجوز له الخروج لما لا بد له منه كقضاء الحاجة وإحضار طعام ونحوه ويجوز له أيضا أن يتنظف وأن يغسل شعره ويمشطه قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة الإنسان طاعتك هي غرسك للآخرة فاحرص على سلامتها من النقص والخطأ تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون من الأخطاء التي يقع فيها بعض المعتكفين كثرة النوم بالنهار والسهر بالليل في غير طاعة كثرة الخروج من المسجد لغير حاجة المبالغة في استعمال الهاتف الجول كثرة الزيارات وإطالتها بين المعتكفين المبالغة في إحضار الأطعمة وإذاء المصلين برائحة الطعام فرصة العمر هكذا يطلقون على الفرص التي تمر على الإنسان في حياته وإذا لم يغتنمها فقد لا تعود وقد جعل الله في حياة الإنسان كثيرا من هذه الفرص والمواسم التي متغتنمها ضاعف الله حسناته ورفع درجاته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تعرضوا لنفحات رحمة الله فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده ومن أعظم هذه الفرص والمواسم العشر الأواخر من رمضان والتي فيها ليلة خير من ألف شهر ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في العشر الأواخر ما لا يجتهد في غيره فمن أراد أن يغتنم هذه الفرصة ويفوز بثواب الله في هذه الأيام فعليه أن يتخفف من الشهوات وشواغل الدنيا ويقبل على التقرب إلى الله اقتداءا برسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان إذا دخل العشر شد مئزرة وأحيا ليلة وأيقظ أهله فمن هديه عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام إحياء الليل بالصلاة وتلاوة القرآن وإيقاظ الأهل لذلك ويستحب أيضا في هذه الأيام لاعتكاف في المسجد والانقطاع لطاعة الله فيه فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان فإنما هي ساعات قلائل في أيام مغفرة ورحمة وعتق من النار فاغتنمها فربما لا تعود بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحياكم الله مما يسر نفوس المؤمنين أن يروا إخوانهم مشتغلين بعبادة الله سبحانه وتعالى مقبلين عليه ينتهزون الفرصة ويستثمرون الأوقات حتى في أعمالهم إذا لم يكن لهم شغل عندما ترى مثلا بائعا وهو في حال فراغه ليس عنده زبائن قد فتح مصحفه مقبلا على كتاب ربه مستثمرا لأوقاته في تلاوة الكتاب العزيز إن هذا الاشتغال بكتاب الله والإقبال على العبادة إنه صورة من الخيرية الموجودة في الأمة كذلك عندما نرى زحامهم في المساجد وإقبالهم على الله حتى ربما تراهم على الأدراج يصلون على الأدراج وتزدحم بهم كما في هذا المصل في أندنوسيا في جنوب شرق آسيا مسلمون يصلون في كل مكان ولكن يجب هنا أن نلفت النظر إلى استقبال القبلة بالشكل الصحيح لمن يصلون على الأدراج أما بالنسبة لهذه الليلة القادمة أيها الإخوة فإنها ليلة الثالث والعشرين من رمضان هذه الليلة ليلة وترية من أوتار العشر الأواخر ومما ورد أن يكون فيها ليلة القدر ولذلك ينبغي الاجتهاد فيها بالطاعة والعبادة والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا أن ننتهز الفرصة ونتحرى في أوتار العشر الأواخر وعندما ذكر صلى الله عليه وسلم في الحديث التمسوها التمسوها فإننا ينبغي أن نلتمسها وأن نحاول إصابتها مما ورد في هذه الليلة ليلة الثلاثة وعشرين حديث عبد الله بن أنيس رضي الله عنه أن الرسول الله صلى الله عليه وسلم قال أريت ليلة القدر ثم أنسيتها وأراني صبحها أسجد في ماء وطين قال فمطرنا ليلة ثلاث وعشرين فصلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فانصرف وإن أثرت الماء والطين على جبهته وأنفه قال وكان عبد الله بن أنيس يقول ثلاث وعشرين يعني أن ليلة القدر ليلة ثلاث وعشرين لأجل هذه الرؤية التي حصلت والحديث رواه مسلم رحمه الله في صحيحه إذن ليلة عظيمة قادمة ليلة جدير أن نهتم بما فيها من العبادة وليلة وثرية وفيها هذا الحديث العظيم نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته والاجتهاد في طاعته إنه سميع مجيب قريب وإلى نفحة الإيمانية عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق المحارمة تكن أعبد الناس وارض بما قسم الله لك تكن أغنى الناس رواه الترمذي وحسنه الألباني وصية جامعة من وصايا النبي صلى الله عليه وسلم فيها بيان أن ترك المحرمات وتزكية النفس وتطيرها من الرذائل مجمع العبادة وصاحبه من أعبد الناس لماذا يكون من ترك المحارم أعبد الناس اتقي المحارم تكن أعبد الناس لأنه يلزم من ترك المحارم فعل الفرائض لأنه يحرم ترك الواجب فلو ترك الصلاة ترك الزكاة ترك الصيام فقد عمل حراما ولو ارتكب فاحشة أو فعل معصية ارتكب حراما فالحرام قد يكون بترك واجب أو فعل محرم فإذا قال اتقي المحارم هذا يشمل فعل الواجبات لأن ترك الواجبات محرم وهكذا يكون الحديث شاملا ومن سره أن يسبق الدائب المجتهد فليكف نفسه عن الذنوب فإنكم لن تلقوا الله بشيء خير لكم من قلة الذنوب كما قالت عائشة رضي الله عنها وقال الحسن ما عبد العابدون بشيء أفضل من ترك ما نهاهم الله عنه ويقول ميمون بن مهران رحمه الله ذكر الله باللسان حسن وأفضل من ذلك أن يذكر الله العبد عند المعصية فيمسك عنها وقال عمر عبد العزيز رحمه الله ليس تقوى الله بصيام النهار ولا بقيام الليل والتخليط فيما بين ذلك ولكن تقوى الله ترك ما حرم الله وأداء ما افترض الله فمن رزق بعد ذلك خيرا فهو خير إلى خير من الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس أن يعتني بكثرة النوافل ويضيع الفرائض فربما يكون على شخص قضاء صلوات يغفل عن أدائها ومع ذلك يجتهد في نوافل الصلاة أو يكون عنه زكاة واجبة ولا يؤديها ويتصدق من هنا وهنا ويطعم بعض الفقراء وهذا من قلة الفقه والتوفيق لأن البدء بالواجبات مطلوب ولا بد ما تقرب إلي عبدي بشي أحب إلي ما افترضت عليه فالعجب أن بعض الناس لا يخرج الزكاة ويتصدق ولا يصلي الفرائض ويصلي التراويح يعني هذا من العجائب قوله في الحديث وارضى بما قسم الله لك تكون أغنى الناس هذه وصية بالقناعة وأن صاحبها إذا قنع استغنى وإذا استغنى عزا والعزة بالله ما طلعت شمس قط إلا بجنبتيها ملكان يناديان يسمعان من على الأرض غير الثقلين أيها الناس هلموا إلى ربكم ما قل وكفى خير مما كثر وألها ما قل وكفى خير مما كثر وألها وقال سعد رضي الله عنه يا بني إذا طلبت الغنى فاطلبوا بالقناعة فإنه من لم يكن له قناعة لم يغنه مال ولذلك قال القائل رأيت القناعة رأس الغنى فصرت بأذيالها ممتسك فلا ذا يراني على بابه ولا ذا يراني به منهمك فصرت غنيا بلا درهم أمر على الناس شبه الملك لا تطيب الحياة إلا بالقناعة قال الله من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلا نحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون فسر جماعة من السلف الحياة طيبة في الآية بالقناعة منهم بن عباس وعلي بن أبي طالب والحسن البصري والقناعة فعلا مفتاح لحياة سعيدة والقنوعون من أقل الناس إصابة بأمراض القلب والضغط هي القناعة فلزمها تعش ملكا لو لم يكن منها إلا راحة البدن وانظر لمن ملك الدنيا بأجمعها هل راح منها سوى بالقطن والكفن وقال صاحب أضواء البيان الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله لقد جئت معي من البلاد بكنز عظيم يكفيني مدى الحياة وأخشى عليه الضياع فقيل له وما هو قال القناعة وكان دائما يردد قول الشاعر الجوع يطرد بالرغيف اليابسي فعلى ما تكثر حسرتي ووساوسي لكن هذه القناعة لا تعني الكسل وترك ما يمكن من العمل لكن يبذل الأسباب ويعمل ويرضى بما قسم الله له وهذا لا يتنافى مع السعي في طلب الرزق والأخذ بالأسباب المشروعة لأن وراءك نفقات تنفق على نفسك تكفها عن ذل السؤال تنفق على أهلك وعلى والديك إذا احتاجه وهكذا ثم الصدقة فرصة عظيمة للإنسان إذا استخرج مالا نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ترك المحرمات وفعل الواجبات وحب المساكين والقناعة بما رزقنا وإلى الأسوة الحسنة بشرة سارة فتح باب التسجيل بأكاديمية زاد يسر إدارة أكاديمية زاد أن تعلن عن موعد فتح باب التسجيل للفصل الدراسي القادم للعام الدراسي ألف واربعمائة وسبعة وثلاثين ألف واربعمائة وثمانية وثلاثين هجرية وذلك بداية من العاشر من ذي القعدة وحتى السابع والعشرين من ذي القعدة فبادر باغتنام الفرصة كما يمكنك للطلاع على موقع الأكاديمية عبر الرابط التالي أول قناة تعليمية شرعية في مجال التعليم الشرعي عن بعد تبث على القمر الأوروبي هوتبيرد بطريقة مؤصلة ميسرة تفاعلية قناة زاد العلمية وتقدم لمشاهديها أكاديمية زاد للعلوم الشرعية وتهدف إلى تقريب العلم الشرعي للراغبين فيه عن طريق شبكة الإنترنت وعن طريق قناة تلفزيونية فضائية قناة زاد العلمية تأتيكم عبر الترددات التالية الوطن العربي عبر نايل سات القارة الأوروبية عبر قمر الهوتبيرد قناة زاد العلمية لما كان رمضان هو شهر الانتصار على النفس وشهواتها ولما كان المؤمنون في رمضان في أكمل أحوالهم حيث الصبر والتقوى وفضائل الأعمال كان رمضان أيضاً شهر الانتصارات الكبرى والفتوحات العظام ففي رمضان غزوة بدر الكبرى وفيها كسرت شوكة المشركين وعلت راية المسلمين فتح مكة في السنة الثامنة من الهجرة ودخل الناس في دين الله أفواجاً فتح الأندلس وأول دخول للمسلمين في أوروبا في سنة إحدى وتسعين من الهجرة على يد طارق بن زياد بقيادة موسى بن نصير رحمهما الله تعالى فتح عمورية سنة ثلاث وعشرين ومائتين من الهجرة على يد الخليفة المعتصم معركة ملا ذكرد التي انتصر فيها المسلمون على البيزنطيين سنة ثلاث وستين وأربعمائة تحت قيادة القائد ألب أرسلان رحمه الله معركة حطين التي انتصر فيها المسلمون على الصليبيين واستعادوا بيت المقدس بقيادة صلاح الدين الأيوبي رحمه الله وقد انتصر المسلمون على التتار مرتين في رمضان وفيه أيضا فتح السند والهند وجزيرة قبرص وشبه جزيرة القرم وغيرها كثير ففي تاريخ المسلمين دائما تجد الإيمان والتقوى والصبر هي وقود النصر ومقدمات الفلاح يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنْ تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْكُمْ وَيُثَبِّتْ أَقْدَامَكُمْ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله البشير والنذير والسراج المنير كان داعيا إلى الله أرسله الله عز وجل بهذا إِنَّ أَرْسَلْنَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشِّرًا وَنَذِيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصف الله الشمس بأنه سراج وهاج ووصف الله القمر بأنه منير وقال في كتابه قمرا منيرا وفي الشمس سراجا وهاجة وعن النبي عليه الصلاة والسلام سراجا منيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فهو يفوق القمرين يفوق الشمس والقمر عليه الصلاة والسلام كان من دعوته الحوار والمناظرة الإجابة عن الشبهات يقبل على محدثه عن أبي رفاعة قال انتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب فقلت يا رسول الله رجل غريب جاء يسأل عن دينه لا يدري ما دينه قال فأقبل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وترك خطبته حتى انتهى إلي فأتي بكرسي حسبت قوائمه حديدا فقعد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعلمني مما علمه الله ثم أتى خطبته فأتم آخرها رواه مسلم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل بوجه وحديثه على أشر القوم يتألفهم بذلك فكان يقبل بوجهه وحديثه يقول من عمر بن العاص رضي الله عنه علي حتى ظننت أني خير القوم كان يحسن الإصغاء والاستماع ولما جاء عتباء بالربيعة لا زال يستمع إليه ثم قرأ عليه تلك الآيات العظيمة التي هزت كيانه وكان من حوارات ما هو حوار تعليمي كما حدث بينه وبين جبريل رضي الله عنه قال فيه إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم وكذلك ما حصل من الحوار مع ذلك الصحابي الأعربي الذي جاء يسأل عن التوحيد وهو من أذكياء أهل البادية ضمام بن ثعلبة رضي الله عنه قال له فبالذي خلق السماء وخلق الأرض ونصب هذه الجبال آه الله أرسلك؟ قال نعم ثم سأله عن أركان الإسلام واحدا واحدا وأجابه النبي صلى الله عليه وسلم فقال والذي بعثك بالحق لا أزيد عليهن ولا أنقص منهن فقال النبي صلى الله عليه وسلم لئن صدق ليدخلن الجنة من حوارات عليه الصلاة والسلام ذلك الحوار التربوي لإقناع ذلك الشاب الذي جاء يريد الزنا ويستأذن النبي صلى الله عليه وسلم فيه فقال له أتحبه لأمك؟ قال لا والله جعلني الله فدائك قال ولا الناس يحبونه لأمهاتهم أفتحبه لابنتك لأختك لعمتك لخالتك والشاب يجيب كان معنى الكلام إن التي ستزني بها إما أن تكون أما لفلان أو أختا لفلان أو عمة لفلان أو خالة لفلان أو بنت أخت فلان وبالتالي إذا كنت لا تحب هذا في قرابتك أنت فكيف توقعه في قرابة غيرك؟ في النهاية النبي عليه الصلاة والسلام وضع يده على يد الشاب وقال اللهم اغفر ذنبه وطهر قلبه وحص فرجه فلم يكن بعد ذلك الفتى يلتفت إلى شيء يعني ما كان بعد ذلك يلتفت إلى شيء من الحرام رواه أحمد وهو حديث صحيح من الحوارات المشهورة في السنة السيرة النبوية حوار مع وفد نصارى نجران لما جاءوا يسألون وعنيسة بن مريم ونزلت فاتحة آل عمران إلى رأس ثمانين آية كلها في حوارهم في إثبات التوحيد ونفي الشرك وإثبات أن عيسى عليه السلام بشر وليس إلها ولا أبن إله وهكذا من حوارات عليه الصلاة والسلام تعليم لأدب الاستئذان عن طريق المحاورة قال رجل يا رسول الله أستأذن على أمي؟ قال استأذن عليها تحب أن ترى عريانا؟ قال لا قال فاستأذن عليها كان عليه الصلاة والسلام يستعمل الحجج أيضا العقلية فلما أسأله رجل يا نبي الله كيف يحشر الكافر على وجهه؟ لم يتخيل هذا قال أليس الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادرا على أن يمشيه على وجه يوم القيامة؟ قال قتاد بلى وعزة ربنا ربا بخالي وسلم فلو نحن ما تصورنا الغيب لأنه غيب كيف سنتخيله وهو غيب؟ لكنه سيقع الذي أمشاه على الرجلين في الدنيا قادر على أن يمشيه على وجه في الآخرة عليه الصلاة والسلام كان أحيانا يحاور لاستجلاء وإظهار علة الحكم وبيانها للناس فسئل عن اشتراء التمر بالرطب يعني أعطيه صاعا مثلا من تمر بصاع من رطب يجوز أم لا فقال عليه الصلاة والسلام من حوله أينقص الرطب إذا يبسه؟ قالوا نعم فنهى عن ذلك لأن معنى هذا أن صاع التمر لا يساوي صاع الرطب لأن التمر لو جفى سيبقى بهذا الحجم تمر لكن الرطب إذا جفى سينقص وملء الصاع منه رطبا سينقص ويصبح بمستوى أدنى من ذلك فنبه على علة التحريم النقصان بالجفاف وأنه لا بد يكون هذه الأصناف الربوية التمر بالتمر الشعير بالشعير القمح بالقمح البر بالبر وهكذا الذهب بالذهب والفضة بالفضة التساوي ولما جاء واحد قال أنا وهبت لابني هبة اشهد عليها يا رسول الله وكان ذلك الصحابي بشير والد النعمان فقال عليه الصلاة والسلام يا بشير ألك ولد سوى هذا سوى النعمان قال نعم فقال عليه الصلاة والسلام أكلهم وهبت لهم مثل الذي وهبت لابنك هذا قال لا قال فلا تشدني إذن فإني لا أشهد على جور روى البخاري المسلم وفي رواية للشيخين اتقوا الله واعدلوا في أولادكم فرجع أبي فرد تلك الصدقة وفي رواية أي سرك أن يكونوا إليك في البر سوى قال بلى قال فلا إذن لا تفاوت بينهم في العطية مرة قال أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من درانه شيء يبقى عليه وسخ قالوا لا يبقى من درانه شيء قال فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كان عليه الصلاة والسلام يحاور لإقامة الحجة لما نزل قول الله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين صعد النبي صلى الله عليه وسلم على الصفة فجعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش اجتمعوا قال أرأيتكم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقة قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد وكان ذلك طبعا في غاية الفصاحة والبلاغة عليه الصلاة والسلام اللهم ارزقنا شفاعته وأولدنا حوضه وارزقنا منه الشرب يا رب العالمين وإلى أحكام شهرنا معرفة اسمه الله إلى هرق الملك الروم إلى قيسر ملك الروم صح صحيح وما نهره هو قال له هل ترضى لأمك هل ترضى لأخوك هل ترضى قال له لا لا قضاء عالة أن الرصوص ما ينهر ينصح وكذا فممكن يقول غلط اللقابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم صحيح نهى بعد من الفحش صحيح إن شاء الله كان النبي محاورا ومناظرا بالحق يصدع دون ما إدهاني أصغى لعتبة حين جاء مساوما والدين أغلى من متاع فاني وعلى أشر القوم يقبل باسما حتى يظن بأنه ذو شاني وأتاه جبريل الأمين محاورا متجسدا حتى يرى بعياني ويقول ما الإسلام يسأل عالما وكذا عن الإيمان والإحسان وضمامني البدوي يأتي سائلا مستوثقا بمؤكد الأيمان بأدلة التوحيد جادل مشركا لما يناظر وافدين جراني إن المسيح لمثل آدم خلقه فاحذر مقالة عابد الصلبان حياكم الله أيها الأخوة والأخوات من المسائل التي تعرض لنا في رمضان في التراويح القنوط والقنوط هذا المقصود به الدعاء في الوتر وقنوط الوتر والدعاء فيه من الدعاء السائغ وإمام التراويح إذا صلى بهم لا بأس أن يقنطه وإن لم يقنط فلا حرج عليه أيضا وإذا ترك دعاء القنوط أحيانا ليبين لهم أنه ليس بواجب فهذا طيب الأفضل أن يكون دعاء القنوط في الوتر بعد الركوع لا قبله وإن قنط قبله فلا بأس دعاء القنوط لا يخص الإمام نفسه بالدعاء بل يعم ويقول اللهم اهدنا وليس اهدني وهو يدعو بهم يشرع التأمين من قبل المأمومين إذا صار فيه فناء على الله إن قالوا سبحانك لقوله إذا مر بآية تسبيح سبح فلا بأس وإذا سكتوا لا بأس لكن ما يقول آمين والمقام مقام ثناء وليس مقام طلب وهذا من ما يقع فيه بعض المأمومين يكون المقام مقام ثناء يثني على الله والمأموم يقول آمين آمين معناه اللهم استجب يعني فيه طلب فإذا ما فيه طلب ما تقول آمين إلا عند الطلب مقام الثناء إما أن تقول سبحانك أو تسكت مسح الوجه باليدين بعض فراغ من الدعاء قال كثير معلماء إنه لم يثبت عن نبي صلى الله عليه وسلم وهناك كما قلنا منكرات تقع أحيانا وأخطاء من المبالغة في الصياح وكذلك المبالغة في رفع الصوت بالبكاء النبي عليه الصلاة والسلام كان يكتم بكاء أهله أزيزك أزيز المرجل وكذلك الإطالة المفرطة في الدعاء وتذكر التفصيلات وكذلك السجع المتكلف والتشقيق والتفصيل وأيضا الدعاء بالمستحيل وكذلك تلحين الدعاء تلحينا على هيئة القرآن وأيضا المبالغة المبالغة في الطول حتى يجعل المأمومين في غاية التعب وهذا أصلا يعني دعاء علمه النبي عليه الصلاة والسلام وحسن وعلي كان دعاء قصيرا للغاية سعيدة من المغرب تفضلي حلو مرحبا الشيخ هنا إذنك الله خير تفضلي أريد أن أسألك سؤال عندي سئلة السؤال الأول كنت العامل منصار حامل وأكلت يعني أفضلت هذه الأيام في رمضان وأقضيت منها ثمانية أيام وبقيت في 11 يوما ودخل هذا العام يعني هذا الرمضان وأريد أن أعرسها شكرا لكم الله في هذا هل أود أن أقضي بدون فيديو أو أقضي وأفضي على سلط الأيام طيب إذا كان ما فرطي في القضاء بمعنى أنك استغلت الوقت في القضاء لكن ما كفى فما عليك إلا القضاء بعد ذلك أما إذا كان يمكن أن تقضي وما قضيتي حتى دخل رمضان الجديد يعني كان يمكن أن تقضي كل الأيام بس ما قضيتي بدون عذر فعليك بعد رمضان الجديد هذا بالقضاء بالإضافة إلى طعام مسكين عن كل يوم للتأخير نادية من الجزائر تفضلي السلام عليكم يا الشيخ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته يشيخ أنا عندي سؤال نعم أمي شربت الدواء وبعد الفجر كما استيقابت وضمت الفجر أنه لم يؤذن بعد فشربت الماء ثم نادتني ثم نادتني فسرألتني إذا الفجر أدن فقلت لها بأن الفجر قد أدنى بخمس دقائق فما حكمه هذا يا الشيخ يبدو أن ما عليها شيء لأنها لما شربت كانت تظن بقاء الليل وكانت تظن أن الفجر لم يطلع ومن أكل أو شرب ظنا بقاء الليل وظنا أن الفجر لم يطلع فإنه قد فعل خطأ وقد قال الله ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا فلا شيء عليها نصيرا من الجزائر تفضلي نعم السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤالي عن كفار الصيام نعم صمت كان في يدين وصمت ومدعد عفي تأمينها إثرة من الحالي وحفنة طمر مدين كفرية طمر وخفزة واحدة يكون يساقير يعني أنت أخرت القضاء بغير عذر إذا كنت مريضة معذورة خراص ما عليك إلي القضاء أما إذا كان أمكان القضاء وما قضيتي بدون عذر حتى دخل رمضان الجديد فعليك القضاء بالإضافة إلى إطعام مسكين وجبة عشا أي وجبة وجبة عشا مطبوخة مثلا أو من الطعام غير المطبوخ كيلة ونصف من الرز كيلة ونصف من القمح كيلة ونصف من التمر عبد الرحمن من المغرب تفضل يا أخي السلام عليكم يا شيخ عليكم السلام طيب بركاته أريد أن أسأل عن ألا تتعلق بعيد الأضحى يا شيخ أيوة الأمر وما فيه أنني أعمل بعيد عن الوالد أيوة وأحضر بعض عيد الأضحى أيوة وأنا متزوج هل يلزمني شراء الأضحية أم أضحي بما عيتي بلسة الأضحية أي بأضحية واحدة وشكرا لحظة يا عبد الرحمن عبد الرحمن شوف يا أخي إذا أنت ووالدك تعيشان في بيت واحد نفقتكم واحدة ودخلكم واحد يعني كل مشترك تكفيكم أضحية واحدة أما إذا كان والدك له دخل مستقل وأنت لك وظيفة وراتب مستقل دخل مستقل فإذا استطعت ضحي بأضحية مستقلة إذا استطعت لا يكلف الله نفسا إلا وسعى أم سليمة تفضلي السلام عليكم يا شيخ وعليكم السلام أنا إن شاء الله عندي تلتكس إلى بيدي الله يا شيخ نعم أنا أم مكلفة بتنظيف المسجد ونحن هنا نضع الإخطار في المسجد النساء أولا أدخل نظفة المراحب من بات أدخل إلى المسجد لكينا أكلس الزراضي هذا السؤال لما حتى أنت من النظفة ضحية المسجد هل هذه يجوز أم لا لحظة يوم سليمة الصوت تقطع معنا لخص السؤال مرة أخرى أنا أنظف المسجد لا أؤدي تحية المسجد حتى أن تهيب نظفة المسجد وما راحك هذا أؤدي تحية المسجد ها يعني أنت الآن أنت الآن تنظفين المسجد وتنظفين دورات المياه التي في المسجد وتسألين عن تحية المسجد النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم مسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين فإذا ما جلستي تعملين تعملين فلما أردت الجلوس صليت ركعتين فلا بأس دخلت وعملت وعملت فلما أردت الجلوس صليت ركعتين لأن الحديث يقول إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين علي من عمان سلام عليكم الشيخ وعليكم السلام الله بركاته. الشيخ عندي سؤال عن فرضية الحج. يقول الله جل وعلا والله على الناس حج البيته ونشطه عليه سبيلا. طبعا شيخ القدرة الجسدية والمالية والرفقة الامنة. اذا نقصت القدرة المالية واحد تبرع له فقال انا اعطيك. ولكن اذا شطعت الحج فحج. هل تعتبرها من القدرة يعني القدرة لابد ان توفرها بنفسها او يجب ان توفرها احد غيري. شوف. لو حج على نفقة غيره صح حجه واجزأه عن الفريضة. ولكن لا يلزم الانسان بالقبول. يعني لو قال انا لا اريد ان اتحمل منه من احد. انا لا اريد منة احد. اذا حج بمالي واذا ما استطعت سأؤجل حتى استطيع. لا حرج. يعني يعني لست ملزما ان تحج الفريضة بمالي غيرك. لست ملزما. حتى لو عرض عليك. قال خذ مني خذ مني صدقة. خذ مني هبة. لست ملزما. اذا حجت حج صحيح. ولكنك لست ملزما بقبول عرضه المالي. ابو انس من ليبيا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. انا اصلي اصلي الترويح في مسجد لا تقام فيه التهجد. هل اصلي مع اليمام حتى ينصرف باحته على اذر قيام ديلة كاملة. او اترك الوتر و اصلي التهجد في البيت. هذا السؤال لابو. السؤال الثاني. لحظة لحظة انت بتصلي اللي يصلي عندكم الترويح. يعني يصليها على قسمين ولا مرة واحدة. لا مرة واحدة. خلاص. و يصلي الشفا والوتر و خلاص. الافضل يا اخي الافضل ان تصلي معه حتى ينصرف. حتى ينطرق عليك الحديث. وتسلم معه. ثم في الليل تصلي مثنى مثنى بدون ما تعيد الوتر. هذا الافضل. السؤال الثاني. سؤال الثاني. الحديث يقول الحديث ان في الجنة في باب يقال بالريان يدخل معه الصايمون. لا يدخل معه سواهم. هل الصايمون المقصود في الحديث. الصايمون الفرض او الصايمون التطوع او الصيام مطلقا يعني. لا اشوف يا اخي. الصيام الفريضة مفروغ منها. الفريضة مفروغ منها. ولكن هؤلاء ناس يكثرون من صيام النافلة. يصوم الاثنين والخميس باستمرار. يصوموا ايام البيض. يصوموا العرفة وعشوراء. فاذا المقصود بحديث باب الريان يدخل منه المكثرون من صيام النافلة. الا الفريضة مفروغ منها. هذه منتهية خراص. لكن طبعا هؤلاء الذين يكثرون من صيام النافلة بالتأكيد انهم صاموا الفريضة. فهم وسيدخل في الريان ناس صاموا الفريضة واكثروا من صيام النافلة بعد الفريضة. غيث من ليبيا. وعليكم السلامة الله وبركاته. اتفضل يا اخي. ليس من أن يتغنى بالقرآن. وفي حديث آخر قال الذي يقرأ القرآن وإذا تعتع فيه له أجران. الفرق بينهما يشير. ان يتغنى بالقرآن يعني يحسن صوته بالقرآن ويجمله. يحسن صوته بالقرآن ويجمله. فهذا يعمل ما قدر عليه. يعني ممكن واحد يكون صوته غير جميل. ولكن هو يأتي بأحسن ما عنده في تحسين الصوت بالقرآن. مدحه. ومدح في الحديث الآخر واحدا إذا قرأ يتلعثم. عنده لثغة صعوبة في النطق. عنده تأتأه. عنده تأتأه. عنده صعوبة في النطق. يعاني. أحيانا أمي يتعلم. أمي يتعلم القرآن ويحاول يحاول أن يقرأ. قراءة صحيحة. هذا الذي يتعب ويعاني في القراءة له أجران. أجل القراءة وأجل المشقة. عائشة تفضلي. السلام عليكم. عليكم السلام واتلاه وبركاته. يا شيخ عندي يا بناجر ذهب اشتريتها. وقال ضيقت معلي. رجعتها للصحب اللي خذيتها منه. وعطاني أكبر منها. وزدت عليها. زدت على اللي خذيتها منها. قال لي شي يا شيخ ففلو فيها رضا. ايه واشوفي انت ينبغي عليكي انك ترجعي الأولة. وتاخلي فلوسها. وبعدين تشتري. بالفلوس الجديدة. الذهب الجديد. يعني ما تبيعي متفاوت ذهب بذهب. زايد. وتقولي أدفع الفرق. لا. بيعي الذهب الأول. أو العقد الأول يفسخ. خراص. تأخذ ذهبك. تعطيه ذهبه. وتأخذي فلوسك. إذا خلصنا من هذه. انتهينا خراص. بعد ذلك تخيري بالشراء من عندي أو من عند غيره. لا يربط العقدين هو مع بعض. ولا يقال. لأن هو لو قلتي. رجع لي الذهب. وهات فلوسي. وأشتري من عندك ومن عند غيرك. سيكون سعره مختلفا. عن لو قلتي. يلا. بدل القديم بالجديد. وأعطيك الزيادة. فإذا ما يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متساويا. ما يجوز بيع عشرين غرام بخمسة وعشرين غرام. لازم يكون فيه تساوي. فنفسه. فنخلص الأول. نرجع ذهبنا. الذهب الرجال ونأخذ الفلوس. وبعدين نشتري الذهب الجديد. هذا الكلام إذا كان لا يمكن فعله الآن. خلاص. لو رجعت يقال لك ما ما أرجع لك ولا أعطيكي. خلاص. عليك التوبة والاستغفار. بس. الطيب من ليبيا. تفضل. أبو عبد الرحمن من الجزائر. تفضل. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شيخ. نعم. نعم. لديك اسمه مخلب الشيطان. مضاد الالتهاب بالمفاصل. هل يجوز هذه التسمية؟ وهل يجوز استعمال هذه العشبة؟ ايش اسم العشبة هذه؟ عشبة اسمها مخلب الشيطان. اسم لاتيني. اسم ايش؟ اسم ايش؟ اسم لاتيني. لاتيني. مارتيني؟ لاتيني. لاتيني. عند اسماء في الصيدلية يوجد اسماء لاتينية واسماء عربية واسماء أوروبية. هذا الاسم. لكن هذا اللفظ الانت تقول الآن لفظ عربي؟ يوجد في علب الأدوية واستعماله مضاد الالتهاب المفاصل. سؤالي هل يجوز هذه التسمية؟ وهل يجوز استعمال هذه العشبة؟ اه. هذا اسمه مخلب الشيطان؟ نعم. ميم خاء لام باء. دعم. ميم خاء لام طاء. لا. طاء ولا باء؟ باء طاء. مخلب. مخلب. مخلب الباء. مخلب. مخلب الشيطان. اي. لكن ما ادراهم ان الشيطان له مخلب. عندهم دليل ان الشيطان له مخالب؟ سؤال مطروح. اه. اذا يا اخي نحن ما نعتقد هذا. يعني لا يصح لنا ان نعتقد في عالم الغيب بشيء بدون دليل. يعني مثلا نحن عندنا دليل ان الشيطان له قرنان. لان النبي صلى الله عليه وسلم اخبر ان الشمس تطلع بين قرني الشيطان. نؤمل ان الشيطان له عرش على البحر. وانه يرسل سراياه للإفساد في الارض. لان النبي عليه الصلاة والسلام اخبرنا ان الشيطان له عرش على البحر. وهكذا. لكن هل نعتقد ان الشيطان له مخلب؟ الجواب ما نعتقد بذلك. لان امور الغيب لا بد ان يكون عليها دليل. ولكن هذه تسمية عامية تسمية جات من الكفار. عندهم انه هذه عشبة طبيعية تستعمل في تسكين الالام وتستعمل لمرضى الروماتيزم. أليس كذلك؟ طيب يمكن اخونا ذهب. عليت حال استعمالها مباح. مدام انه من عشبة عشاب طبيعية الاستعمال مباح. واما الاسم نحن ما نعتقد به. وان كان العوام او جانا من اسم لاتيني اسم اجنبي اسم اوروبي اسم هندي. بغض النظر يعني. هم سموه من جهله من مخلب الشيطان. فبارك. نعم. معي انت يا اخي. بارك الله فيك شيء. هو يستعمل مضاد الالتهاب ولالام الظهر والمفاصل والروماتيزم. مسكين الام. روماتيزم. نعم. 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 حياك الله حياك الله يا اخي. ام عبد القادر من الاردن. السلام عليكم. وعليكم السلام وعليكم السلام وعطверة بركاته. شيء ممكن تين في ثلاثة السلة بسمحك. تفضلي. السؤال السؤال الاول. ما حكم اه 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 غسيل الميت واللي غسلته على جنابه. عن طريق الجهل. ما حكم ايش? ما حكم ايش? غسيل الميت والغسلة عن جنابة يعني يعني ما حكم أن يكون الغاسل على جنابة إذا كان الغاسل للميت على جنابة يضر أو لا يضر عن جهل يعني طيب تسمعين الجواب سؤال الثاني السؤال الثاني شيخ ما حكم ذهب الحلية المرأة الزيادة عن 85 قرام من الذهب برضو حلي إذا بدأت تخدم مثلا إذا حتاجت تبيع منه تصرف على نفسها هل عليه ذكى أو لا هل هو مستعمل حلي مستعمل ولا حلي يعني ذهب عندها ادخار ادخار بس بالمناسبة تلبسه طيب إذا ادخار فعليها الزكاة إذا بلغ النصاب وبعدين إذا نقص عن النصاب أنت تقولين تبيع ما عنده إلا تبيع منه لتخرج الزكاة فنقول إذا نقص عن النصاب ما عد فيه زكاة لو نقص عن 85 ما عد فيه زكاة خلاص طيب السؤال الثالث السؤال الثالث ما حقكم لفطرة زكاة الفطر هل نطلعها أكل أو نطلعها مثلا نبود لا حسب الحديث يعني فلوس نطلعها فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من طعام فأخرجوها كما ورد صاعا من طعام أمت الله من ليبيا بل وعليكم عليكم السلامة وبركاته برحكم تشكين الحواجب ذكر بعض العلماء المعاصرين أن هذا فيه تشبه بالنامصات والنامصات طبعا عاصيات فلا يجمل ولا يليق ولا يسوغ للمسلمة أن تتشبه بهن يعني لتشوفها من بعيد تظن أنامصة نادية من السودان أم يحيا من تونس ألو سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ألو أريد أن أسأل عن حياة عن زكاة المال وزوجه لم يوصقني في هذا بأن المال أنا حصلته وحدي ما هو ماله هو وانا جميلات ومن غير عنه وأنت عن الزكية أنت تسألين عن زكاة المال طيب ما هو السؤال؟ لحظة ما هو السؤال؟ السؤال السؤال يجب لي أن أزكي من غير عن زوجي؟ يعني أنت تزكين عنه تخرجين الزكاة بالنيابة عنه؟ نعم نعم زكاة المال أو زكاة الفطر؟ زكاة المال زكاة المال إذن هو عنده مال ووجبت عليه الزكاة وأنت تريدين أن تخرجي عنه الزكاة بالنيابة عنه من مالك أنت أعماله هو هو المال امتعه هو كلهم امتعه هو طيب وكلكي بذلك وكلكي قال طلعي الزكاة لا هو دكتور هو بعيد عادي شوية ما شكش يوضح على الزكية هو غائب غائب يعني غائب ما يمكن الاتصال به؟ لا حاضر 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 معي لكنه هنا يوفقني طيب هل هو ممانع في الإخراج؟ لا يريد أن يخرج؟ نعم نعم هو ممانع أيوة إذن صار السؤال ما حكم إخراج زكاة مال شخص بدون علمه لأنه يمتنع عن إخراج الزكاة طيب تسمعين الجواب إن شاء الله نعم نعم يا شيخ زكاة الله حياك الله الله حييكي عبد الله تفضل عبد الله سلام عليكم شيخ عليكم السلام وصيب بركاته شيخ غلطة صح أنت في عندك مبلغ بتشغله نعم طيب إذا حال الحول افرض عندك مثلا مئة ألف طيب بتشغلها هذه زكاة كل سنة 2500 لو طلع لها أرباح ستضيف الأرباح عليها لو طلع لهذه المئة ألف ربح عشر ألاف وحال الحول على الأصل على المئة ألف والربح طلع قبل الحول معناها رح تزكي المئة ألف 2500 والعشر ألاف 250 فرح تزكي الأصل والربح إذا حال الحول على الأصل هذه تجارة هذا مال بيشتغل ففيه زكاة في أصله وربحه وثق فقة تامة أن الله سيبارك لك إذا أخرجت الزكاة وأنه عز وجل سيعوضك خيرا في الدنيا وفي الآخرة أمت الله من العراق السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام تفضلي السؤال الأول امرأة كانت لديها طفل وتوفي قبل سنوات عديدة كانت في جهل ولا تستكر وتحمد وتستطر على هذه المصيدة يعني لامت حظها لجهلها والآن أصبحت على بلنة من الأمر ونزمت على الأمر وزدأت بالاستخطار والحمد هل لست بها أجر الصابرين شوفي إنما الصبر عند الصدمة الأولى هذا الأجر الأكبر ثانيا هل هي فعلت شيئا محرما كالنياحة الصياح شق الثياب خمش الوجه هل فعلت محرما ولا لم تفعل إن كانت فعلت إن كانت فعلت فعليها التوبة لأن هذه كبيرة من الكبائر النياحة فعليها التوبة إلى الله ثانثا كلما ذكرت مصيبتها الآن تحمد الله وتقول إنا لله وإنا إلي راجعون وتدعو بالدعاء اللهم جرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها الآن لا كلما تذكرت مصيبتها تحمد الله وتسأل الله سبحانه وتعالى العوض والله يتوب عليها في النياحة ويرزقها أجرا على كلامها الطيب الجديد وطبعا الموقف الأصلي إنما الصبر عند صدمة الأولى ذاك الذي يمتحن به المؤمنون أم محمد فضلي قالوا السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته فضيلة الشيخ عندي أربع سئلة نعم السؤال الأول هل يلزم دعاء استفتاح عند كل ركعة من ركعات التراويح أم فقط الركعة الأولى لا يلزم لكن يستحب يشرع كل ركعتين في أولها يقرأ دعاء الاستفتاح السؤال الثاني السؤال الثاني السؤال الثاني في رمضان نلتزم بالتقاويم أم نلتزم بأذان الفجر الآن الموجود بين أيدينا الممكن هو التقاويم لأن المؤذن أصلا يؤذن على التقويم فالتقويم اللي عندك هو اللي عند المؤذن ولذلك الأدق الآن هو التقويم الثالث السؤال الثالث حكم نسيان جزء من القرآن الكريم مع مرور الوقت هلو اعتبر آثما؟ إذا كان يراجع ويجتهد لا يعتبر آثما جزاك الله خير والسؤال الرابع إمام مسجدنا عندما يقرأ في صلاة التراويح يقرأ حسب تتلسل القرآن ولكن من كل سورة يختار أوجه هل يجوز هذا؟ لا مانع يعني يأخذ جزء من هذه السورة وجزء من هذه السورة فاقرأوا ما تيسر من القرآن هذا يا أيها المزم القم الليلة إلا قليلا قال في آخر يا قرأوا ما تيسر من القرآن حياكم الله يقول كيف أكون قريبا من الله يحبني ربي ما تعرف أنه يحبني إذا كنت مسارعا في طاعته مبتعدا عن معصيته اعلم أن الله يحبك هل من البدعة الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم جماعة مباشرة بعد كل صلاة فريضة؟ نعم هذه هيئة غير مشروعة هيئة مبتدعة صوت واحد جماعة يجيب ذكر ما ورد جماعيا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة أنه يقال بصوت واحد جماعيا ويعملوه بصوت واحد كالفرقة الفرقة تأدي مع بعض أداء جماعي هذه بدعة ولا شك كل واحد يصلي عن نبي صلى الله عليه وسلم بما شاء وبعد الصلاة في عندنا الاستغفار ثلاثا اللهم أنت السلام والتهليلات وسبحان الله ثلاثا وثلاثين والحمد لله ثلاثا وثلاثين والله أكبر ثلاثا وثلاثين وتمام المئة لا إله إلا الله وحده ولا شك إذن في عندنا عندنا أذكار معينة بعد الصلاة نبوم نشيلها نؤخرها ونجيب بدعة بصوت جماعي هذا ما ورد خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها يقول السؤال يعني لي صديقة مطلقة لديها ولد صغير زوجها السابق حارمها منه من سنة لم تر ولدها أطلب من حضرتك نصيحة له نصيحة له عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قاله سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة هذا اليوم فراق مؤقت هي حتى لو حرمتها منه إلى أن ماتت ستلتقي به في الآخرة لكن في الآخرة إذا حرمك الله من لقاء حبتك ماذا ستفعل ولعن الله من فرق بين والدة وولدها عصر قلب الأم واستغلال عاطفتها بالصورة البشعة إثم عظيم ما دام الألم عندها عظيم فالإثم على ذلك عظيم والظلم ظلمات يوم القيامة وإنت تظلم الولد وتظلم أمه ظلمان عليك حقان في رقبتك يقول سأسافر إلى بلد قد يتم رمضان ثلاثين يوم وعندها ستكون عدة صيامي واحد ثلاثين لأنني صمت قبلهم بيوم طيب إذا انتقل الإنسان من بلد إلى بلد وتأخر إفطار البلد الذي انتقل إليه يبقى معهم حتى يفطره حتى لو زاد عن ثلاثين أفرض أنه مثلا صام هنا يوم الاثنين ورمضان ثلاثين وراح إلى المغرب وقد صاموا الثلاثة ورمضان عندهم ثلاثين ماذا سيحدث إذا بدأ هنا الاثنين وراح صام معهم سيصبح مجموع صيامه واحد وثلاثين هل يفطر هناك والناس صايمين لا سيصوم حتى لو زاد خبها في نفس اليوم واحد صام في بلد الصباح وما أراد أن يفطر في السفر قال أبغى يكمل يومي أريد إكمال اليوم راح إلى بلد الشمس يعني إلى بلد في جهة الغرب ماذا سيحدث ليومه سيطول بدل ما كان يصوم في بلده الآن مثلا 14 ساعة ممكن إذا راح غرب يصوم 20 ساعة وأكثر لأن الطيارة تمشي في الغرب تمشي بسرعة فيطول يطول يطول اليوم يطول اليوم أفرض بالعكس واحد صام الصباح في بلد في الغرب ثم انتقل بالطائرة إلى بلد في الشرق وقال أريد أن أكمل يومي خلص مع اليوم بسرعة نقول لا مانع خراص غربت الشمس أفطر الصائم طالت قصرت خراص وهكذا في الهلال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته إذا كان عندهم رؤية شرعية تمسك معهم إذا عندهم رؤية شرعية تمسك معهم يقول السؤال توفي والدي يوم الرابع عشر من شهر جماد الأولى الماضي هل عدة أمي تنتهي الرابع والعشرون من رمضان أم في الخامس والعشرون المرأة إذا مات عنها زوجها فعدتها إن كانت حاملا تنتهي بوضع الحمل لقوله تعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعنا حملهن وإذا لم تكن حاملا فعدتها أربعة أشهرين وعشراء لقول الله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهرين وعشراء الأربعة أشهر وعشراء المراد بها بالأشهر القمرية لا الأشهر الشمسية لأن الأحكام الشرعية منوطة بالأشهر القمرية تبدأ العدة من تاريخ الوفاة ولو تأخر الدفن ولو تأخر العلم بالخبر العدة تبدأ من لحظة الوفاة إذا توفي في الرابع عشر من شهر جماد الأولى تنتهي عدةها بانقضاء اليوم الرابع والعشرين من رمضان إذا انقضاء اليوم تأ خلاص تخرج وبعضهم قال أربع أشهر وعشر أيام باللحظة يعني لو مات الساعة السادسة صباحا من هذا يوم كذا بعد أربعة أشهر وعشرة أيام بالضبط الساعة السادسة صباحا تخرج طيب يقول السؤال دخلت مع ابن عمي في شراكة واشترينا سيارة نقل من 2011 وانتهينا في الشراكة في 2016 الزكاة في إيش؟ في الأجرة طبعا لأنه اشتروا سيارة نقل نقل لها أجرة فإذا كانت الأجرة يبقى منها نصاب ذحال عليها الحول فعلى كل منكما زكاة نصيبه إذا أنهيت الشركة قد تنتهي ببيع السيارة أو واحد يأخذها لحسابه المهم قد تنتهي بنهاية متعددة فإذا كانت هذه السيارة موجودة فأنهيتم الشراكة لا نعرف ماذا حصل في السيارة لكن بالنسبة لأموال الشركة أو الشراكة فإذا كانت تبلغ نصابا يعني طبعا نصيب الواحد يبلغ نصابا لأنه أنت ممكن تقول الآن يعني لو النصاب مثلا مثلا ألف ومئتين ريال فرضنا يعني نحن ما نعرف الآن لما حال الحول كم المال الموجود قد يكون المال ألف فنقول ما في زكاة قد يكون كل المال الموجود حال علي الحول ألفين فنقول ما في زكاة لأنه نصيبك ألف ونصيب ألف لا نصيبك بلغ نصابا ولا نصيبه بلغ نصابا فإذا صار كل نصيب كل واحد يبلغ نصابا وقد يكون نصيبك يبلغ نصابا ونصيبه لا يبلغ لأنه قد تكون الشراكة ستين أربعين سبعين ثلاثين ما هو دائما خمسين خمسين حسب الاتفاق الشاهد إذا كان نصيب كل واحد من الشريكين يبلغ نصابا عند حلول الحول حال الحول عليه وكان نصابا طيلة العام فأكثر نصاب فأكثر نصيب كل واحد نصاب فأكثر طيلة العام فتجب الزكاة طيب يقول هل يجوز الدعاء بقول حسبنا الله سيؤتين الله من فضله هذا ليس دعاء ومن قلة فقه بعض الناس أنه يحسبه دعاء ويعني هذا ليس لأنه لو رجع إلى الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضو هذا في المنافقين وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله ورسوله إنا إلى الله يراغبون ما فيها دعاء أعطوا أعطوا ما أعطوا قالوا حسبنا الله سيؤتين الله من فضله مستقبلا سيأتين فضل من الله ما في دعاء ذكر الله أخبر عن المنافقين قال لو أنهم قالوا هذا كان ينبغي عليهم أن يقولوا هذا كان ينبغي عليهم أن يرضوا بما أتاهم الله ويتوكلوا عليه ويقولوا حسبنا الله سيكفينا سيؤتين الله من فضله فإذا ليس في دعاء وإنما إخبار عما يؤمل ويحصل له من الله هذا المفروض هذا كان علي أن يفعل ذلك وفي الآية محذوف تقديره لكان خيرا لهم يعني ولو أنهم رضوا بما أتاهم وقالوا حسبنا الله سيؤتين الله لكان خيرا له وهذا تعليم من الله فإذا ليس فيه دعاء ولا حاجة للاختراع والجهل ينتد أشياء حين واحد ما يفهم الآية أصلا ما هو فاهم هذه الجملة وين وردت أصلا لو رجع للجملة لو رجع للآية لو رجع للسياق لو رجع للكلام الكامل سيجد الجواب طيب يقول إذا سبق المأموم الإمام في الركوع ماذا يفعل متى سبق إمامه عالما ذاكرا فصلاته باطلة كما قال بعض أهل العلم وإن كان جاهلا أو ناسيا فصلاته صحيحة طيب وإذا علم والإمام لا زال يرجع إلى ما عليه الإمام فإذا لو واحد رفع رأسه من الركوع والإمام لا زال راكعا ماذا يفعل اكتشف خطأ خطأ أخطأ وفعلها يرجع يركع مرة ثانية رفع رأسه من السجود والإمام ساجد ماذا يفعل يرجع يسجد مرة ثانية يصلح الخطأ ويرجع مرة ثانية يسجد مع الإمام يستدرك طيب يقول السؤال أبي لا يصلي إلا في رمضان هل يجب طاعته وأنا لا أكلمه ولا يكلموني وإنذ عرفت نفسي ونحن الآن ليسنا أصحاب يا أخي إذا كان مشركا الله يقول وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك بي فلا تطيعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة مع أنه مشركيني مع أنهما مع أنهما مشركاني ومع ذلك قال صاحبهما في الدنيا معروفة فإذا ما وصل لهذه الدرجة من السوء فأحرى بك أنت صاحبهما في الدنيا معروفة ولعله يهتدي على يدك طيب يقول الآن سؤال أختنا هذه قالت يعني أطلع زكاة زوجي بغير علمه لأنه أصلا ما يطلع إخراج الزكاة عبادة وقربة تحتاج إلى نية من المخرج فإذا أخرج إنسان عن آخر زكاة ماله فإن في صحة الإخراج خلافا بين أهل العلم مبني على تصرف الفضول الذي يتصرف بغير الإذن فمن أهل العلم من قال إن ذلك يجزئ إذا أجازه المالك ومنهم من قال لا يجزئ بل لا بد من نية الآن إذا هي أخرجت ثم قالت له أخرجت عنك أجزني خرص الفلوس طلعناها الفلوس طلعناها أجزني حتى تستفيد في الآخرة أنت في الدنيا الآن خرص راحت الفلوس طلعناها حق الله حق الله لكن من ناحية الإجزاء هو ما لن يجزئه عند الله حتى يرضه وحتى ينوي لازم لازم طيب قول صدق الله العظيم في نهاية التلاوة لم يثوت بها دليل صحيح في نهاية كل تلاوة الواحد يقول هذا لم يثوت بذلك دليل صحيح أداء أكثر من عمره في سفرة واحدة سنة عمره واحدة في سفرة واحدة ولكن لو فعل أكثر واحدة صحة ذلك صحة ذلك لبس الجوارب للنساء في العمره جائز صحيح ما في شيء وعليه أن تستر قدمي عن الرجال الأجانب ليس من محظورات الإحرام عليها بدي أصوم الست من شوار قبل ما أقضي ما علي جائز ولكن ليس هو الأفضل ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إليه ما افترضت عليه ثم إذا أردت الأجر الوارد في حديث من صام الرمضان ثم أتبعه ستة من شوال معناه لازم يكمل رمضان يختم رمضان يخلص رمضان من صام رمضان ما يمكن نعتبره صام رمضان وهو عليه قضاء ما قضاه طيب يقول هل المرأة تستحق الزكاة إذا كان راتب زوجة لا يكفي ولا يعطيها إذا كان في أشياء ضرورية ما يعطيها نعم تستحق طيب عندي مبلغ من المال في التجارة وعندي سيارة نقل بضائع وعندي ذهب الزوجة يا أخي لا هل أجمعها كلها؟ ما يشترط ذهب الزوجة لوحده شوف بلغ نصاباً وأما أنت تطلع كل فنوسك مع بعض كلها شوف إيش عندك في الرصيد في البنك مال في البيت عندك تجارة شغالة عندك إيجارات حال عليها الحول كله رح تطلع تطلع وتزكي عليه خطرات من البول تنزل بعد الاستنجاء انتظر حتى تنقطع ثم توضى وصلي أعمل في جمعية خيرية متطوعة وإدارة الجمعية تعطيني سلة غذائية مكافأة ممكن أطلع من زكاة الفطر لا مانع لا مانع أعطاني شخصاً مبلغاً بنية الصدقة لناس معينين يجوز أغير لا لابد من إذنه تأجيل الزكاة لا يجوز إلا لعذر الانضمام لنشاطات منظمة الصليب الأحمر في نقول إذا كان في إطعام جائعين يعني إنقاذ معصوم الدم يجوز لأنه ينقذ معصوم الدم مسلمين مثلاً أما ينضم إليهم في أنشطتهم التبشيرية لخدمة الصليب فهذا حرام طبعاً هذا إعانة على نشر الشرك هل يجوز أن تشترط الزوجة على الزوج أن لا يتزوج عليها يجوز يجوز من ناحية الجواز يجوز طيب تغسيل الميت على جنابة يصح يصح الغسل خرص حصل التغسيل التغسيل حصل والواجب قد قاموا به طيب نسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته المسابقة القرآنية اليومية كان سؤال الحلقة السابقة بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين اذكر آية من الجزء الحادي والعشرين تدل على هذا المعنى والإجابة الصحيحة قول الله تعالى وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون فزمعنا بجائزة المسابقة القرآنية اليومية الأخ أحمد محمد الريس من مصر سؤال الجزء الثاني والعشرين من القرآن الكريم آية في سورة فاطر سماها أحد العلماء آية القراء ما هذه الآية ومن الذي سماها بذلك؟ للمشاركة في المسابقة القرآنية اليومية حمل تطبيق هدى وبينات مجانا من خلال نظامي أبل وأندرويد وأجب عن الأسئلة التالية يعلن اسم الفائز يوميا جائزة المسابقة ألف ريال سعودي يوميا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرطان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون ترجمة نانسي قنقر